السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم وطبعيني الاحزاء في قناة ناني لايف يارب تكونوا بصحة وخير وسعادة ان شاء الله هنتكلم النهاردة على طاقة الهارب وهنتكلم على بعض النصايح للمطارد وعلاقة الهارب بالطرف الثالث في الوقت الحالي وخاصة في اول اسبوع من اغسطس 2022 بعض الهاربين احنا شايفين ان منهم اللي ناوي على زواج وناوي انه علاقته بالمطارد تشوف النور بمعنى اصح او بالفعل الطرف الثالث هيكتشف العلاقة وده هنتكلم عليه في اخر الاوديو ان شاء الله اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل الاوديو الاكبر عدد ممكن من المتابعين العلاقة دي لو كانت ما بينك وما بين الهارب علاقة مثلا سرية او علاقة زواج ما بينكم بين بعض والزواج ده ما شافش النور بالفعل فهو خلاص هيعلنه قرر بالفعل ان هو يعلنه وده طبعا لاسباب زي ما بنقول ان الطرف الثالث كتير منهم عارفين بالعلاقة او هيعرفوا بالعلاقة وهيتم اعلانها وكمان هيكون فيه ثقة متبادلة ما بين الهارب والمطارد هيكون فيه ثقة لان بالفعل كمان المطارد هو كمان فقد الثقة في الهارب تماما يعني مش الهارب بس الاتنين بيبقوا ما بيثقوش في بعض في بعض الاوقات شوية الهارب وشوية المطارد وده طبعا لان في بعض الهاربين بيخبوا اسرار وحاجات عن المطارد كل ما ينوي الهارب على فكرة ان هو يبلغك بيرجع فيها ويتراجع تاني ولكن بيقول يعني في دماغه ان ده مش وقته هو دايما متردد عادة يعني كل شيء احنا عارفينه عن المطارد بخص العلاقة دي احنا عارفين ان هو دايما بيكون انسان متردد ولكن اللي جاي هيكون افضل واحسن بكتير ان شاء الله وخصوصا احنا دخلين على بواب التمانية تمانية وهي بدأت معنا بالفعل بقالها حوالي عشر تيام او اسبوع بالفعل بدأت معنا يعني هيكون فيه ان شاء الله اتحاد او اجتماع وده حلقة حسب عقدكم عقد الروحي ما بينك وما بين الهارب هيتم اتحادهم والبعض منهم كمان البعض الاخر هيجتمعوا لازم تعرفوا كويس جدا سواء هارب او مطارد ان حبكم صادق بالفعل وحب غير مشروط فلا بايدك ولا بايده فلازم تتقبلوا لازم تتقبلوا وما ترفضوش لان انتم مسيرين في العلاقة دي ولستم مخيرين كلنا عارفين ان العلاقة توقع مش شوالة علاقة فيها مشاكل كتيرة جدا مشاكل بتأثر على الحب واللي موجود في العلاقة بالفعل ما بين الطرفين مشاكل سواء ابناء عندك او عنده او 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 طرف تالت في العلاقة او شغله الشغل كمان بيحتسب انه هو طرف تالت فده كله مهم ومشاكل كلها حاجات بتعرقل سير العلاقة واحنا عارفين ان العلاقة علاقة تعليمية وهي اساسا علاقة جهد مع النفس عدم الثقة والشك كمان اللي بيكون ما بينكم وده برضو بيأثر على العلاقة بالسلب فحاولوا تتقبلوا الامور دي علشان تعدوا وتوصلوا لمرحلة الزواج ان شاء الله واللي انا شايفاه برضو ان بعض الهاربين بيفكر يريح المطارد يعني هايش حاول ان هو يشوف هل الامور معادي الوقتي كويسة ولا لأ مديا هل يقدر ان هو يقوم بواجبات المطارد ولا لأ لان احنا عارفين ان هو دايما بيهرب من المسئولية ولكن هيبتدي زي ما هو ما كان بيهتم بنفسه على فكرة انا عايز اقولك على حاجة يعني هو برضو كان عارف كويس جدا في الوقت ده هو عارف دلوقتي ان هو اهتم بنفسه كتير اكتر من اهتمامه بالمطارد ولكن كمان عارف انه ممكن المطارد يديع منه وخصوصا بعد المطارد ما سحب طاقته منه وانشغل على الاشتغال على نفسه وتطوير ذاته فدلوقتي الهارب جاي له حالة من الجنون حالة من الاشتياق الرهيب وطبعا كلكم او معظمكم كمطاردين ومطاردات حاسين بالطاقة اللي ماشية اليومين دول وهي طاقة جنسية عالية جدا ممكن تكون بدأت كمان من حوالي خمسة ايام وده نتيجة اشتياقه ليك يا مطارد ولكن لازم انك تقوى فحاول تقوى وتقرب كده من الله سبحانه وتعالى وتتمسك بالله في الوقت ده يا مطارد وكمل علشان توصل لان العلاقة دي زي ما قلت لكم هي علاقة مؤلمة شوية وحاول انك تجاهد مع نفسك البعض من الهاربين حاولوا يهتموا بنفسهم ويدخلوا علاقات كمان جديدة واعتقدوا ان العلاقات دي هتفيدهم او هتبعدهم عن المطارد واعتقد انه مثلا انه هيلاقي الانجذاب القوي اللي عنده والاحساس ده هو هو زي ما كان بيلاقيه مع المطارد هيلاقيه مع الشخص التاني ولكن لقى نفسه ضويع ولقى نفسه انه بيحبك بالفعل لان هو اساسا مش مصدق نفسه انه هو بيحبك هو بيهرب من مشاعره ومش قادر اساسا انه هو يستغنى عنك عشان كده كمان ابتدى يلجأ لربنا ويدعيه انا شفت كتير جدا هاربين ابتدوا يتكلموا ويقولوا انهم ابتدوا يقربوا من الله سبحانه وتعالى وانهم بالفعل ابتدوا يدعوا لمطاردينهم لكن الايجوع اللي عند الهارب هو ده اللي مخليه قاعد منتظر انك انت اللي تبتديه او انت اللي تكلمه وتعمل زي ما كنت بتعمل لكن خلاص المطارد ما بقاش بياكل معاه الكلام ده المطارد اصبح فاهم الهارب كويس جدا وفاهم تصرفاته واخد بالك يا مطارد انه كمان الايجوع عنده بيحاول يقنعه ان انت اللي غلطت فيه وانت اللي جرحته وانت اللي قسيت عليه وانت اللي بتبعد عنه وانت كمان اللي اكلت الشوكولاتة كمان الايجوع شغال معام خليه بيعمل اسقاط على المطارد علشان يحس برضو قدام نفسه ويحسس نفسه ان المطارد هو الغلطان ومن كتر ما بيفكر الهارب في المطارد خلاص مش قادر عشان كده انت يا مطارد بتتعب عشان كده انتو تعبنين المعظم منكو بيحس بقلام بيحس بنغزات في شكرا القلب بيحس بقلام العظام خاصة الركب خاصة اسفل الضهر طبعا طاقته كلها وصلالك وطاقة عالية جدا جدا بلس كمان زي ما قلنا في البداية الطاقة الجنسية العالية جدا رغم ان هو بيحاول يشغل نفسه ويشتغل ومدفون ودافل نفسه في شغله لينه نهار علشان يحاول ينسى وعنده امل انك هتكلمه وبيصبر نفسه يعني بيحاول يصبر نفسه شوية ويجلد نفسه شويتين ويسقط على المطارد ثلاث شويات يعني احنا عارفين هو بيعمل كويس بيمر بفترة صعبة قوي فترة بيعاني من افتقاده ليك يا مطارد بيعاني من الحزن والفترة دي اللي بيمر فيها او بيها بمعنى صح بيكون مأسرة على الناس اللي حواليه المهم ان فيه مفاجآت هتحصل او تغييرات هتحصل ولكن الافضل ان شاء الله بعد فترة من الملل وعدم التوازن اللي كتير منكم مر بيه سواء هاربين او مطاردين او مطاردات ولكن فيه تطور وتطور ايجابي ان شاء الله للتوائم الهارب هيتكلم معاك وهيتواصل معاك ولكن يا مطارد لو انت لسه مفكتش التعلق وصديت اللي احتياج عندك للأسف هتتأخر هيتأخر معاك رجوع الهارب ليك وممكن يرجع ويبقى اف بعد كده ويهرب تاني نتيجة التعلق المرضي اللي بيخلي فيه طاقة نفور لان تردداته تردداتك بتوصله وبينفر من التعلق ده وزي ما قلنا قبل كده في التخلي التجلي لازم كمان يا مطارد تفكر كويس انت محتاج تاخد قرار بتعرف انت عايز ايه ماشي نرجع بقى للهارب وهقولك برضو على بعض النصايح كمطارد في الآخر نرجع للهارب دلوقتي اللي مش عارف يفضل هربان ولا يرجع اللي عارف يهرب من علاقته بيك ولا عارف ياخد قرار ولا عارف يستمر في حياته اللي هو فيها بعض تلقات الهاربين اللي اجبروا بالفعل على الارتباط من غيرك يا مطارد دول للأسف مش سعداء بالمرة ولا حاجة يعني انتم ممكن تكونوا بتشوفوا بوستاتهم بتشوفوا استرهاتهم انهم عايشين حياتهم لكن لا بالفعل ولا اي حاجة من اللي بيظهروها ليكم لكن عايش عيشها وخلاص هو معتقد انها علاقة عاطفية عادية طبعا هو معتقد ان علاقتها جبيه الناس اللي معرفتش انهم توائم معتقد انها علاقة عاطفية وانتهت لكن ما يعرفش ان لست قدر كاتب له بدايات جديدة وخطوات جديدة وهتكون للأمام وللافضل ان شاء الله نيجي بقى للطرف التالت والهارب زي ما قلتلكم كده في البداية واضح ان البعض الهاربين ان الطرف التالت اللي هو بالنسبة له زوجة فهنا العلاقة اتعرفت ليهم علاقة المطارد والهارب اتعرفت والموضوع ده اصار مشاكل كتيرة جدا ما بينهم واصبح علاقتهم بتمر بظروف صعبة الهارب مش سعيد ولا مبسوط خالص زي ما كان بيظهر لك او بيظهر لك قبل كده بالعكس في معناف علاقتهم دلوقتي وهو محتار اساسا ومتحير ومتردد محتاج يتوازن ويفكر ويعرف يقرر صح لان كمان معيها تقاط الطرف التالت للأسف مأثر على بعض الهاربين بالأصحار وبالتالي مأثر على دماغهم مش عارفين يقرروا هما ايه اللي بيحصل لهم لانهم تايهين زي ما بيقولوا كده تايهين في بحر الغدر عايشين مع تقاط سما مستنزفين ليهم طاقيا وماديا وصحيا وكمان احنا عارفين ان الطرف التالت كل مشكلته مع الهارب هي مادية فقط لغير هو التحكم والسيطرة والماديات لكن هو كحب وكأحساس بي ومشاعر للأسف بفيش النصيحة ليك يا مطارد لازم التشافي من جروح الطفل الداخلي وصد الاحتياج عندك وفك التعلق ده مهم جدا في الفترة دي ده الوقت التشافي ليك ربنا والكون هيساعدك على كده حاول تتحرر من الرغبات العاطفية حاول تعمل تأمل او يوجه بشكل مستمر في الاوقات دي في الطايم ده في الاسبوع ده وريب جدا هتلاقي اللي انت بتنتظره حرر نفسك وقمن بترك الاشياء وامشي للأمام واستشفى من الماضي لان لما الانسان بيتشافى من الماضي هتشفى من جميع الاشياء اللي حاولين منك اترك الماضي خلفك وانت بحاجة لمزيد من الشفاء انت على وشك دخولك لمرحلة جديدة فكر فيها وفي شكلها هيكون ازاي لو انت انسان متشافي وتم شفاءك بالفعل من ألامك وجروحك اللي في الماضي يا مطارد الصبر مطلوب منك في الوقت ده انت عفى علاقة ليها توقيت الهي فلابد منك على الصبر شوية وان شاء الله ربنا هيج معكم على خير بالتوفيق ايها التوائم اصحاب الارواح الطيبة التهرة اتمنى منكم اللايك والشير واتمنى منكم ما تنسوش تكتبوا لي في تعليقاتكم ايه هي اسئلتكم عشان ارد لكم عليها ان شاء الله في اديو قريب بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته